أهلاً وسهلاً مشاهدين ومتابعين الكرام مشاهدة الجمهورية أولاين والمساء بيلتقي الأهلي والزمالك في كاس السوبر أفريكي للمرة الأولى منذ 30 عاماً بعد أن التقى في كاس السوبر 1994 على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية إحنا النهاردة مع حضراتكم هنحلل كل كواليس اللقاء ونغطي كل الكواليس مع الناقض الرياضي الكبير الأستاذ إهاب شعبان أهلاً وسهلاً أهلاً بك أهلاً أستاذ محمد النهاردة إهاب أقول لنا حضرتك شايف اللقاء إزاي كاس السوبر أفريكي اللي بيجمع بين الأهل والزمالك للمرة الأولى منذ 30 عاماً بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً المباراة في غاية الأهمية بتمثل الكرة المصرية بتأكد ريادة الكرة المصرية على المستوى الأفريقي الأهل والزمالك أكبر ناديين على الإطلاق وأفضلهم في الكرة الأفريقية الأهل بطل الأبطال في دور الأبطال الزمالك بطل الكونفدرالية اللي اتنين حصلوا على بطولاتهم عن جدارة واشتحقاق النهاردة المنتخب ماصبي يتكون من اللاعبين فرقتين معهم محترفين يعني عنوان جميل للكرة المصرية ومعبر عن الكرة الأفريقية في القارة الأساوية لأنها تقام في السعودية رغم أنها السوبر أفريقي طبعاً إن شاء الله نشوف مباراة جيدة هتكون تاريخية دي المرة التانية بيلتقوا مع بعض في كاتسوبر كان المرة الأولى على أستاذ البنك الأهلي في جوهانيس بيرك في جنوب أفريقيا كان طبعاً اللي فات بها الزمالك بهدف أيمن منصور تحت قيادة كابتن محمود الجوهري كانت كان حدث في غاية الأهمية كانت البطولة هناك أو المباراة كانت في جنوب أفريقيا طبعاً جنوب أفريقيا في التوقيت ده كانت تحت قيادة نينسون مندلة وكان حدث تاريخي إن شاء الله يكون حدث تاريخي إن شاء الله في السعودية بإذن الله الأيام دي بيحتفلوا بالعيد الوطني للسعودي آه طبعاً سوف ترى الشكوى التي أقدمها نادي الزمالك في الحكم الليبي الشلماني هل تقدمت فعلاً وإيه المعطيوب بتعايتها وإيه اللي خلت زمالك يقدم شكوى مثل هذا؟ لا، هو ما تقدمش شكوى بشكل رسمي لأنه القرار تريع رسمي مبارح تقريباً لكن كان فيه خويل إنه معتز الشلماني الليبي هو اللي يقود لقدارة المباراة أحد الناس الإعلاميين قالوا إن معتز الشلماني له بلة في الرياض وعلى علاقة وطيطة بأحد الرعاء أو راعي البطولة وبالتالي راعي البطولة هو أهلاوي وعبر عن أهلويته بوضوح الجماهير الزمالك وأعضوه شعره بعد القلق وبالتالي ظهر على السوشيال ميديا ما يؤكد إن الزمالك الآن من الحكم ده الأهلي برضو تقريباً كان عنده مباراة على فكرة برضو الأهلي كان له مباراة ما كانش معتز الشلماني في أفضل حالاته أنا من خلال بوابة الجمهورية وأكبر استغرابي أعلن استغرابي ودهشتي لاختيار معتز معتز هو الحكم رقم 14 في التصنيف الأفريقي وهالمباراة بين النادي الأهلي رقم واحد ومعه نادي الدمالك رقم واحد فبطلت وده فبطلت وده فبطلت يبقى المفترض إنه على الأقل واحد من الخمسة الكبار من النخبة هو لحكم مباراة لماذا هو رقم 14 الذي يدير هذه المباراة شيء يعني مسير للجدل معرفش ما هي المكافأة اللي حصل عليها ربما يكون له رؤية لجنة الحكام الأفريقى اختياره معرفش لكن لو إحنا بنختار بشكل طبيعي لا فيه 13 قبله يعني كان بيصار في الإعلام يا زياد إن هو عشان حكم مباراة للزمالك قبل كده الزمالك خسر فيها فهل ده يعني الزمالك بيعتبره إن هو مثلا يعني فعل مش كويس فهو أو حصل مثلا لا خليني نتكلمك من ناحية الموضوعية والمنطقية الحكم يدير المباراة أمام أنظار العالم أمام الاتحاد الأفريقي بكامل هيئته ما اكتكرش أنه هيظهر بأسوأ حالاته وإلا هتكون فضيحة لا هو قد يكون مباراة بالنتباله ولادة حكم عالمي جديد عليها أن يشتعد ويبعد عن الشبهات ويقدير المباراة كما ينبغي أن تكون الإدارة الصحيحة في إدارة المباريات إن شاء الله الزهاد بقى النهاردة يعني اللي أنا شايف جوميز ممكن يفاجئ الجماهير بالتشكيل أو في حاجة في التشكيل جوميز هو جوميز الماتش اللي فات لعب الأساسيين بدون أي لعب جديد نفت التشكيل اللي أنا هابين الموسم اللي فات المرة دي هو بيضيف أو لعب ماتشين البوليسي القيني أضاف عليهم بس عبدالله السعيد وناصر ماهر ما كانوش أصلا موجودين في قيمة الأفريقية الصابقة كانوا بعاد عن القيمة دخلوا القيمة ولكن في لعب جدد في محمود بن طايق في محمد حمدي في كونوراد مشيلاك في عمر فرق في تغييرات ممكن تحصل ممكن نتفاجئ بتغيير لكن مؤكد في تغيير قد يكون إجباري هو الظاهير الأيمن الأيثر أقصد محمود بن طايق أو محمد حمدي هم اللي أقرب للمركز ده على أساس أن يرجع عمر جابر لمكانه كظاهير أيمن ده الاحتمال الأكبر لكن هل كونوراد مشيلاك هيلعب؟ هل عمر فرق هيلعب؟ هل سيدي باي ده هيلعب؟ محدش لسه عارف الموقف لكن ما اعتقدش أنه هيجازف قوي في البداية إلا في مركز ظاهير الأيثر الزهاب خليني أقول لحضرتك وقول لسهات المشاهدين التشكيل اللي وصل لجمهورية أولاين من مصدر مطلع أن محمد صبحي هيبقى في حراسة المرمى وأمامه كل من حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد في قلب الدفاع وفي اليمين عمر عمر جابر وفي اليسار محمد حمدي في خط الوسط دونجة ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وعمامه من الثلاث الهجومي زيزو ومصطفى شلبي وزيف الدين الجزيري الزهاب نهاردة أه تفضل شايف التشكيل ده وبقى ده اللي حصلت عليه الجمهورية أولاين طب يعني أنا أكدت هو يعني أنا ما اتطلعتش على الورقة بتاعتك وأكدت هن فيه ظاهير أيصر جديدة هنت محمد حمدي أو محمد كده هو حسم إذا كان المصدر صحيح هو حسم كده محمد حمدي تمام أعتقد تشكيل طبيعي ومنطقي يعني أتوافق مع التشكيل الأخير اللي لابه قدام البوليس الكيني جديد ممكن يكون من الناحية الخططية أو التكتيكية ذا ما احنا بنقول بأن محمد شحاتة حيدخل بعدما كان محصور في الجانب الأيمن كظاهير أيصر هيدخل في قلب الوسط مع محمود دونجا مع نبيل دونجا وبالتالي يحصل نوع من التغيير في الأسلوب اللعب مع ناديس نامالك عن مباراتيه قدام البوليس الكيني النهار ده بقى الزهاب يعني قلنا بقى يعني هل مرسيل كورور ممكن يغير حاجة في التشكيل ولا يفضل على نفس التشكيل اللي خاط به مواجهة جوارمهي الكيني والله هو الأهلي ظهر في مباراته الأخيرة قدام جورماهية في المبارات الثانية مش كلها في جزء منها بشكل جيد جدا بتشكيله لعب على قد المباراته ما هو عاوز أعتقد أنه هيلعب بتشكيل الشوت الأول اللي لعبه قدام جورماهية ما افتكارش انه هيبقى فيه أفضل من الناس اللي لعبت الأهلي منسجم اللي هرموا في الأداء بين التشكيلة مطبوطة ومتوازنة وبالتالي شكله كويس ما اعتقدش انه كورور حيامل مفاجأة عشان ما يهزش ميكانيزم الفريق أعتقد هو ده التشكيل اللي لعب به في جورماهية هو اللي هيبقى مطبوطة يعني مش ممكن يفاجئ مثلا جمهوره ويغير مثلا حد من السباقات الجديدة اللي موجودة في الأخير مثل مين يعني مثلا يعني مين أفضل من اللي لعب أساسي في المبارات ما افتكارش انه فيه أفضل من اللي موجود إلا بقى إده ويح يعطي طبعا بوبتاز موجود فرد وجوده خلاص يعني بيرثتاو لازم يلعب ما ينفعش يتغير وثام بن علي ما ينفعش يتغير أنا بكلمك في أساسيين ما ينفعش يشيلها ده لو شالها يبقى دين مفاجأة يبقى كده يحصل عدم توازن هتدخل واحد جديد ليه على فريق متوازن وماشي كويس ده مالك بيغير لأنه عنده خلل في أداؤه لأن أفضل اللاعبي في الوقت العالي هو عنوار جابر بيلعب ناحية الشمال هو أرطا يمين ما فيه خلل محمد شحاتا بيلعب جيد جدا في خط النص ملعبه يمين فيه خلل هنا هذا مالك اللي محتاج الضبط الأهلي متوازن وقوي وأعتقد ده ما أفتكرش أن كلها رح يفاجأ بأي تغيير أعزائي المشاهدين أيضا أيضا يعني خلينا أقول لحقي التشكيل بتاع المتوقع التي حصلت على الجمهورية والله للنادي الأهلي محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني ورمو ربيعة ياسر إبراهيم ويحيا عطية طلاب خط الوسط إمام عشور ومراوان عطية أكرم توفيق وفي الهجوم حسين الشحات وسام أبو علي برس التاوي برضو دايما قلت لك هو التغيير الوحيد يحيا أنت هتشيل مين؟ يعني عندك رمي ربيعة مستحيل تشيله هو أفضل لعب دلوقتي بخط الدفاع محمد هاني مستقر في مكانه إش الناوي المباراة الأخيرة دامجون ماهي استعاد كتب كبير من مستوان لأن حارث المرمى دايما إحساسه بالجنب عالي وبالتالي يلعب لعب كذا مباراة وراء بعض أصبح في فرمة جيدة عندك مين تاني؟ عندك في خط الوسط أفضل لعب على الإطلاق في النادي الأهلي حاليا هو أكرم توفيق أكرم في أفضل حالاته إمام بعيد شوية لكن في أي لحظة ممكن يفوق ويتقلق يعني مفيش فيها حاجة حسين الشحات ماشي كويس جدا وسام أبو علي هاد دافلة غنى عنه برتي توفيق أفضل حالاته ما أفتكرش إن فيه تغييرات كبيرة في النادي الأهلي الآن ده بقى قولنا أزابي يعني شايف بقى كواليس اللقاء ازاي بقى يعني القاضي السيناريو يعني مباراة السيناريو بقى يعني نستعمتع ازاي به بقى يعني لتويا ربما عند الزمالك أعلى سنة لأنه الزمالك خسر مباراة قرية قبل كده قدام الأهلي الي هي من نهاية الأفريقيا هدف طبعا مجدي أفشا دي كانت المباراة الأخيرة الأفريقية الزمالك عنده دافع ما خدش حاجة غير الكونفادرالية وخرج من الدوري وخرج من الكاس عنده دوافع الأهلي عنده دافع أنه خسر آخر مباراة قدام الزمالك في الدوري وعايز يكتب اثنين منها حاجة أنه هو برضو السوبر ما لعبوش مع بعض قبل كده الزمالك كسب السوبر قبل كده لكن كل دي ملهاش مقياس هو المقياس حالة اللعيبة وحالة الفريق وحالة التفوق التيكتيكي وحالة المدربين وقت المباراة يعني أنا في معقولة دلوقتي أو بعض الكلام الأهلي أفضل حالة من الزمالك الأهلي هيكتب و هيكتسح وأحد اللاعبين الكبار زي كابتن أحمد بلا الزمالك لا يتفير ده كلام غير مقبول من لاعب كبير ولوه مكانته عن فاش تقول كده كم من مرة الأهلي بعظمته وعراكته خسر من فرقة صغيرة وكم من برازيل نفسها بتخسر لكن تقلل من قيمة نادي الزمالك ده غير مقبول من لاعب ذي مخطوط ما نجريش ولا استريندهات وما نجريش ولوه إن إحنا الإعلام واللعيبة وكل ما ينتمي للمنظومة الرياضية هو قدوة النات بتفرج علينا النات بتتمعنا النات بتتمعلك وبتقلدك حتى في لبسك وبالتالي لازم تكون قدوة ما ينفعش نسلع بتصريحات فيها فتنة بالطريقة دي ونتمنى مباراة جيدة بقى وتخرج إن شاء الله في السعودية تكون حدث حلو إن شاء الله بس أنا أوضح على حاجة برضو الجو هناك حر ناس مشواخدة بالها الرطوبة هناك عالية ناس مشواخدة بالها دادم اتخذ في الاعتبار إن اللاعبتنا مشواخدين على كده لا هم أخدوا على كده في ماتش كينيا المناثين لعبوا هناك فوق مستوى سطح البحر الرطوبة عالية النات كانت بتشتكي اللعيبة الدنيا حر وما يدروش شهور الرطوبة لأ هو ده نفس المنقب اللي حيث في السعودية فهكات المباراتين المبارات الدمالك مع البوليس الكيمي والأهلي مع جورماهية هي كانت خير بروفا لمباراتنا السوبر الأفريكي السوبر الأفريكي نتمنى أن هي تكون مباراة عالية في التنظيم عالية في الروح الرياضية بين الجماهير وبين الفريتين طبعا عزيزي المشاهدين المباراة ستقام يوم الجمعة ساعة تسعة مساء ستزع على نتمنى اللقاء يطلع جماهيريا والبين والبين سبورت والبين سبورت ستزع على أهن سبورت أكيد على أهن كيف متاحة كلما كانت المباراة مش مشفرة كل ده نكون مطلحة للناس وتشتمتع لأن كورت القدم هي المتعة أتمنى يا برقاء جميل يا سيداء ربنا بارك لكم والتوفيق وإن شاء الله تكون مباراة جيدة وتعبر عن الكرة المصرية وريادتها ومكانتها والأهل والزمالك هم فعلا أفضل فريقين في أفريقيا وأفضل لعبين وإن شاء الله نتشرف بهم ونهنق الفائز نقول له مبروك ونخسر نقول له هارد لك ومش أول ولا آخر مباراة بين الأهل والزمالك بس فما حدش يعني يقلل من قيمة حد طبع طبع الزمالك فريق كبير الأهلي فريق كبير طبع كل التحية والتقدير للأهلي والزمالك والجماهير للأهلي والزمالك كتبين الكرة المصرية والعربية في السوبر الأفريقي نتمنى لقاء كله روح رياضية شكرا لحضرتك النقد الرياضي الكبير زهاب شعبان حقيقة تحب تضيف حاجة لا أنا بشكر طبعا جارية الجمهورية وقيادة جارية الجمهورية البوابة أونلاين على الاستضافة ونتمنى أن مزيد من الانطلاقات لها بإذن الله لأن أطبح لها مشاهدين على أعلى مستوى بيتابعوا من تقدم لتقدم إن شاء الله إن شاء الله تحت قيادة الكاتب الكبير السيد زحم السليمان رئيس تحرير الجمهورية واللان والمساوي وكتاب الجمهورية دائما في تقدم ودائما في الظهار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته